اشتركوا في القناة والاجنبية وممثلي منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان وبذلك اصبح عدد الاعضاء في الاسكوا 18 دولة عربية تخلل الحفل الذي قدمته رئيسة قسم المؤتمرات في الاسكوا عهد سبول كلمة للدكتورة ريمة خلف وكيلة الامين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية للاسكوا شددت فيها على اهمية انضمام موريتانيا الى الاسكوا بما يخدم التكامل بين الدول العربية وبانضمام موريتانيا تكبر اسرة اللجنة ويكبر دورها في وطننا العربي دعما لدول وشعوب يوحد بينها التاريخ والثقافة ويجمعها قلق في هذا الزمن المرتبك وسعي دائم لغد افضل نبارك لموريتانيا حكومة وشعبا ونهنئ انفسنا بانضمام عضو جديد وامل مجدد للاسكوا وكانت مناسبة لتشدد خلف كلمتها على الواقع الدقيق الذي تشهده المنطقة العربية اليوم يتطلع مشق عالمنا العربي الى مغربه وقد اصاب هذا المشرق من مصائب الدهر ما ترون حروب اهلية المنتصر فيها مهزوم واستبداد وثورات مضادة تطبق على اعناق الشعوب الشابة واحتلال اسرائيلي يستغل ما يرى من انشغال الامة بالتذابح فيحول بينها وبين قدسها واقدس مقدساتها واذا تمادينا في التخاذل تمادى في الاستباحة الى ان يصبح الاقصى ذكرى ولا يبقى لنا سوى ندم لا يشفى والم لا ينطفئ مع الايام في كلمته شدد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في الجمهورية الاسلامية الموريتانية سيد احمد الرايس على اهمية التعاون مع الاسكوا بما يصهم في دعم المجهود التنموي على المستوى الوطني ان هذا الانضمام يوفر محفلا مهما لموريتانيا لربطها بامتدادها العربي داخل منظومة المتحدة بالتوازي مع اطور التعاون القائمة داخل جامعة الدول العربية ومنصة اقليمية للتعاون مع قضايا التنمية من منظور متكامل مع باقي اشقائها العرب كما ود ان اؤكد عزم بلادي على العمل من اجل تعزيز علاقات التعاون مع الاسكوا بما يساهم في دعم المجهود التنموي المستوى الوطني في هذه المرحلة الهامة بما يخدم التكامل بين الدول العربية يعتبر انضمام الجمهورية الاسلامية الموريتانية الى الاسكوا خطوة مهمة في سياق توصيع عضوية اللجنة لتشمل كامل المنطقة العربية مما يعزز قدرة الاسكوا على دعم الدول العربية والاستجابة لمتطلباتها في شتى المجالات الانمائية اشتركوا في القناة